مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب ما هو أصل المسيحية؟ ومتى نشأ الإيمان المسيحي؟ هل أصل المسيحية مؤسس على يسوع المسيح؟ على حياته، أعماله، معجزاته، موته، وقيمته، وصعوده للسماء؟ كما أنها أيضاً هل هي مؤسسة على كل ما قاله وأعلن يسوع المسيح عن نفسه؟ أم أن المسيحية مقتبسة من الديانات الوثنية؟ بل هي صورة طبق الأصل من الديانة المثرائية الوثنية؟ اللي بقوله ده ليس خرافة اللي بقوله ده للأسف هو ادعاء للدكتور خزعل الماجدي أن أصل المسيحية هو الديانة المثرائية عشان كده عنوان حلقة اليوم هيكون مخصص للنقد هذا الإدعاء نقد ادعاء دكتور خزعل الماجدي عن أصل المسيحية لأنه يرى أن المسيحية هي متخدة بكل ما فيها من الديانة المثرائية وهذا الكلام أعلنوا وأعلنوا بوضوح في برامجه فهل هذا الكلام صح؟ أم أنه مجرد إدعاء ليس له أي شيء أو أنها ليس حتى أنه موضع أكاديمي أنه يتقال هذا الكلام أو من الناحة الأكاديمية يتقال هذا الكلام لأن المسيحية لم تأتي من أصل وثني ولم تتأثر بالوثنية الفكرة اللي بينادي بيها البعض هذه الأيام هي أن المسيحية لما بدأت في اليهودية كانت حلوة وجميلة كانوا بينادوا بالإيمان المسيحي زي ما بيقول الإخوة المسلمين دايما أن يسوع مجرد واحد من الأنبياء لكن لما راحت المسيحية إلى الغرب وراحت إلى اليونان وإلى روما وإلى الثقافة الهلينستية والإغريقية وتأثرت المسيحية بالآلهة الوثنية والديانات الوثنية اللي كانت موجودة جعلت من المسيح إلى كويس زي ما كانت بتدعي الديانات الوثنية أن الأليحة اللي نزلة من السماء هي التي تعبد وإلى آخر هذا الكلام فهل فعلاً المسيحية متغدى من الديانة المثرائية؟ طيب هذا الكلام نسمعه من فم الدكتور خزعل الماجدي علشان نقدر نفهم ونرد على هذا الإدعاء لكن المسيحية شكد ما احنا نذهب ونبحث عن رموزها وأفكارها وجذورها وحتى جذورها اليهودية القريبة منها أنا وجهة نظري أن هناك شيء آخر عرفناه أو على الأقل وضعنا يدنا عليه وشخصية أنا اهتميت بهذا الموضوع وهو أن هناك ديانة أخرى سبقت المسيحية وأصبحت مصدراً لها إن لم أقل هي كانت مترادفة معها ثم دمجها وهي الديانة المثرائية يعني هو بيقول أن الديانة المثرائية التي سبقت المسيحية هي ديانة مترادفة مع المسيحية والمسيحية أخدت منها المسيحية أخدت منها فكل ما هو موجود في المثرائية تحول إلى المسيحية وصار موجود في المسيحية طيب علشان نرد على هذا الإدعاء أنا هتكلم في أكتر من نقطة أول نقطة قبل ما أتكلم عن ما هي المثرائية هتكلم عن مصادر معرفتنا عن المثرائية جبنا المعلومات بنجيب المعلومات دي منين كويس حاجة ثانية ما هي المثرائية كديانة وثنية وماذا نعرف عن أساسيات الديانة المثرائية الوثنية وآخر حاجة نعملها هي أنه هل يوجد تقارب أو تشابه بين المسيح ومثرا أو بين المثرائية كديانة والمسيحية ونشوف هذه الإدعاءات كلها بهذه الحلقة نيجي إلى مصادر معرفتنا عن مثرا مثرا أو المثرائية أول حاجة عندنا انعدام كامل للمصادر المكتوبة يعني ما عندناش نصوص مكتوبة عن الديانة المثرائية ما عندناش ما عندناش كتب أو ملحمات كتبها المؤمنين بالمثرائية أو كتبها مثرا ويس ما عندناش كل معرفتنا عن المثرائية يأتي من النقوش المكتشفة الموجودة على جدران المعابد التمثيل أو النقوش الموجودة على جدران المعابد وهذه النقوش في أغلبها لا تحمل كلمات هي مجرد رسومات يعني نجد مثلا مثرا وهو بيقتل أو بيتبح ينحر الثور بنجد مثرا وهو محطوط على رأسه علامة الشمس بنجد غراب بنجد أسد بنجد هذه الرموز اللي موجودة على جدران المعابد وبقايا المعابد اللي تعتبر النهاردة من في علم الأثار يعني فده كل معرفتنا فما عندناش زي مثلا إنومة إليش السومرية أو جالج جامش البابلية نصوص ما عندناش نصوص ما عندناش نصوص فكل معرفتنا جاية من هذه النقوش يقول فريست مارعي في مقالته عن المثرائية وعلاقتها بالأكراد بيقول تبقى المشكلة في التعاطي مع هذا النوع من الديانات الباطنية في عدم موجود مصادر كتابية أو توثيقية يتحدثون فيها عن أنفسهم يعني اللي أمنوا بهذه المعتقدات ما كتبوش حاجة واللي أسسوا هذه المعتقدات ما كتبوش حاجة فبالتالي ما عندناش معرفها لن نستطيع الوصول إلى فهم حقيقي للفلسفة التي تحملها المثرائية لأجل هذا مش ممكن أن نوصل إلى فهم حقيقي لمعتقداتهم عشان كده هتلاقي كتير جدا من الأخبطة ومن المعلومات المغلوطة اللي بتتردد في أماكن كثيرة عن هذه الديانة المثرائية يقول دكتور رودني ستارك وهو أستاذ علم الاجتماع بجامعة بيلر أن الموجود والمنتشر من معلومات عن مثرة يحمل الكثير من المعلومات المغلوطة وهذه المعلومات المغلوطة ينادي بها دكتور خاز علي الماجدي كعادي عادي دون أن يتحقق منها ودون أن يدرس حتى المسيحية ليفهم ماذا تؤمن المسيحية أجي إلى السؤال الثاني يبقى أحنا عندنا من حيث المصادر كل المصادر الموجودة هي النقوشات أو النقوش الموجودة على جدران المعابر والتمثيل المتبقية لكن ما هي الديانة المثرائية الوثنية تنسب المثرائية إلى الإله مثرا إله الشمس الفارسي فهي ديانة تعتبر ديانة هندو فارسية يعني أصلها من هند كما يدعى الباحثين في علم الأديان مقارنة الأديان أنها أصلها هندي وبعدين اتنقلت إلى الفارسية فأصبحت ديانة هندو فارسية ديانة باطنية لعبادة الإله مثرا تعود جزرها إلى القرن السادس قبل الميلاد يعني بداياتها البعض طبعا بيحط بدايات ليها متأخرة جدا والبعض بيحط بدايات متقدمة جدا لكن في الأغلب تعود بدايتها مع القرن السادس قبل الميلاد وهي ديانة ذكورية ليس للمرأة فيها أي دور حتى المتعبدين والمؤمنين بها فقط ذكور ديانة ما فيهاش أي شيء يتعلق بالنساء أو حتى المؤمنين بها ليسوا نساء يعني هم فقط ذكور كان الإله مثرا في الأصل إلها مساعدا للإله النور لإله النور والخير أهورو مازاد وفي صراعه مع إله الشر اللي هو مانيو فهو الكائن بين النور والظلام الكائن بين الخير والشر هو إله وسيط هو إله وسيط بين إله الخير وبين إله الشر لكن ما هي أساسيات هذه الديانة أساسيات هذه الديانة هي الآتي نسمع الأول ماذا يقول دكتور خزع المجدي عن الديانة المثرائية وتشابهها مع المسيحية وبعدين نرد على نكلم عن أساسيات الديانة المثرائية أقصد من كل كلامي هذا أن المثرائية شكلت العناصر الكبرى والأساسية أكبر من أي دين آخر نعتقد بأنه يشكل جذر للديانة المسيحية فنحن نشوف نظام كامل لاهوتي وإسطوري وطقوسي وحتى الحديث عن نهايات ما بعد العالم ما بعد الموت كله كان حقيقة موجود في المثرائية المسيحية كانت بسيطة في بداياتها لكنها عندما أخذت العناصر المثرائية وكانت الحقيقة بدأت تنضج المسيحية المسيحية أخذت العناصر الكبرى والأساسية من الديانة المثرائية والمسيحية في بدايتها كانت بسيطة أنا مش فاهم يعني إيه بسيطة يعني هل المسيحية في بدايتها كانت بتؤمن أن المسيح هو ابن الله الله المتجسد الكلمة المتجسد هل المسيحية كانت بتؤمن أن المسيح مات من أجل خطايا العالم في بدايتها هل المسيحية كان بتؤمن بالله الآب الله الموجود بذاته المتكلم بكلمته الحي بروحه يعني إيه العناصر الأساسية وإيه هي العناصر الأساسية اللي أخذتها المسيحية من الديانة المثرائية أنا دلوقتي أكلمكم عن أساسيات الديانة المثرائية وهتكونوا حضراتكم أنتم الحكم لتحكموا بأنفسكم إذا كانت الديانة المثرائية قريبة من المسيحية في شيء ما أنتم لا تحكموا لأن ما يقال هنا هو مجرد إدعاء وهذا الإدعاء إدعاء غير حقيقي غير حقيقي وأنا هاخد نقطة نقطة من الأمور اللي بيتكلموا عليها ويقولوا أنها هنا نجي التشابه بين المسيح ومثرة هنا نجي التشابه بين المسيحية والمثرائية شوفوا يقول العالم البلجيكي وهو يمكن من واحد من أكثر الناس اللي قاموا بدراسة الديانة المثرائية اللي هو فرانس كومونت قال لنا إيه؟ إن أساسيات هذه الديانة هي الآتي أول حاجة مثرة ولد من صخرة بجانب النهر تحت شجرة سرية مقدسة هاتستغربوا إن البعض بيقولك إنه المسيح ومثرة كلاهما ولد من عذراء وهذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة فمثرة خرج من صخرة بجانب النهر تحت شجرة سرية مقدسة وبعدين واحد يقولك آه بما إنه مثرة خرج من شجرة والمسيح ولد من عذراء يبقى كلاهما خلوا بالكم أنت شابه كلاهما أتى بطريقة معجزية هو أي حاجة في أي حاجة وخلاص إيش جاب لجاب إعلق ده بده يعني هو الهدف هدم المسيحية أو التشكيك في المسيحية وأن المسيحية أصلها واثني ده هو الهدف لا يوجد علاقة فمثرة ولد من صخرة حاجة تانية مثرة كان يحمل في يديه خنجر وباليد الأخرى مشع تورش جاي للأتل الرجل جاي للمعارك أول عمل أمبي مثرة أول أعماله لأنبيها إنه صارع الشمس لكن فيما بعد صار هو والشمس أصدقاء كويس قام مثرة بمصارع الثور ثور خلقه أهره ما زاد كويس فراح مثرة بالخنجر اللي في إيده صارع هذا الثور ونحره عشان كده السورة اللي وراية لو جبناها كاملة السورة اللي وراية دي هي التمثال بتاع مثرة اللي موجود في المعابد المثرائية ده اللي بيجسد مثرة وهو بينحر الثور بينحر الثور ودي بيسموها توركتوني ودي واحدة من أهم الممارسات والمعتقدات وعش كده نحره للثور ونصرته على الثور وأنه شخص مصارع ومحارب هي اللي جعلت الكثير من الجنود الرومان يؤمنون به فكرة القوة الجسدية قام مثرة بذبح الثور ومن دمه أوجد كل الحيوانات المفيدة أوجد هو من دم الثور كل الحيوانات المفيدة أو لما طلع من الصخرة طلع معاه حامل في إيده الخنجر صارع الشمس وبعدين أصبح صديق مع الشمس كويس وبعدين قعد يدور على الثور لحد الثور هرب منه كذا مرة وكان فيه غراب مصاحبه فالغراب المصاحبه ده هو لأرشده إلى مكان الثور فراح وقتل الثور دبحه ومن دم الثور دوان أوجد الكائنات المفيدة ومن هذه الزبيحة الأولى خرج كل ما هو حي حتى حياة الإنسان أو الحياة الإنسانية بعدين يجي واحد يقول لك المساحية والمثرائية متشابهان متشابهان في إيه مثرة إله غير مرئي دائما حي ومنتصر في كل معاركه وش كده يقول لك المثرائية تؤمن بالقيام أفاش قيام أساسا هو لم يمت ولم يقم لم يمت ولم يقم فكرة أنه كائن غير مرئي كائن منتصر ده 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 المثرائية ده أساسيات الإيمان المثرائي التقوص المثرائية مرتبة ب ليهم سبع رتب سبع رتب والسبع رتب دول كل رتبة بينهم مرتبطة بكوكب من الكواكب فبما أنه مثرة هو إله الشمس وبعدين واحد قال لك بما أنه مثرة هو إله الشمس والمسيح لقبة كويس بأنه شمس البر فهنا نجد التشابه بين المسيحية والمثرائية الشمس في الكتابة المؤدسة لم تكن إله ولم يقول شمس البر يقول أنه هو النور الذي يضي وده تعبير رمزي لكن ما هي المراتب السبعة أول مرتبة بيمر فيها العضو اللي داخل إلى عبادة مثرة وانضمام إلى جماعة المثرائية بيمر بأول مرحلة بسبب مرحلة الغراب وده الغراب مهم جدا في المثرائية لأنه ده الغراب اللي ساعد مثرة على أنه يجد الثور اللي هرب منه وده مرتبط بكوكب عطارت تاني مرحلة بمرحلة السحر والتنجيم نجد تترقى بتبقى من أنت مرحلة الغراب إلى مرحلة السحر والتنجيم وده مرتبط بكوكب الزهرة وبعدين بتبقى جندي لمثرة مرتبط بكوكب المريخ بعدين تبقى أسد وده مرتبط بالمشترة وبعدين بتبقى الفرس ده الأمر وبعدين بتبقى رسول الشمس وده مرتبط بكوكب الشمس وبعدين بتبقى الأب فأنت زحل يعني أعلى المراتب هنا هذه هي السبع مراحل كويس إيه بقى فكرة المقارنة بين ميثرة والمسيح والمسيحية أبلا ما أكلم عن النقطة دي عايز أقول طابو كوي إذا كانت الميثرائية هي ديانة فارسية أو هندو فارسية ومعقلها إيران كيف وصلت هذه ديانة إلى روما أو إلى الإغريق اليونان وكيف قبلها الجنود الرومانيين وصارت ديانة سرية باطنية في أغلب الظن هذه الديانة بدأت تنتقل من إيران إلى الإغريق مع الإسكندر الأكبر عندما بدأ أسكندر الأكبر فتوحاته ودخل على فارس وامتلكها الجنود اليونانيين الإغريق تأثروا بالديانة المثرائية وحملوها معهم إلى اليونان ومن اليونان صارت إلى روما ولأنه هي ديانة ذكورية تؤكد على القوة الجسدية فكانت مصدر جذب كبير للجنود الرومان كويس وهي ديانة زي ما قلت ديانة ذكورية لكن هل يوجد تشابه ومقارنة بين مثرا والمسيح وهل فعلا المثرائية والمسيحية هما وجهان لعملة واحدة وأن المسيحية تطورت فكرة تطور المسيحية المسيحية تحولت من الإيمان البسيط بيسوع المسيح النبي إلى الإيمان المعقد الكبير يسوع المسيح ابن الله الكلمة المتجسد إلى الممارسات واللهوتيات اللاهوتيات والنظام اللاهوتي والنظام التقصي على رأي دكتور خزعل الماجدي الذي اقتبسته المسيحية من المثرائية وبعدين المسيحية أنهت على المثرائية وانتصرت عليها وصارت هي الديانة الرسمية نسمع الكلام هذا الكلام كله بدأ من قبل الميلاد واستمر مع القرون الميلادية الأولى عندما جاء سيودوس اللي هو أحد الأباطرة البيزنطيين وضع حد للمثرائية لماذا؟ لأن هو شاف بأن كل ما هو مسرائي هو بالضبط يشبه المسيحي يعني يشبه تماما المثرائيين امتلكوا قاعدة قوية جدا راح أحكي لك المتشابهات اللي موجودة بينهم خلوا بلكم من العبارة يقول لك كل ما هو مثرائي يشبه المسيحي كل ما هو مثرائي يشبه المسيحي وهي دينها بقى قائمة وهي دينها قائمة بهذه المتشابهات كل ما هو مثرائي يشبه المسيحي سيودوس سيودوسيوس اللي كان امبراطور سنة 392 ويس اراد ان ينهي العبادة الوثنية في كل روم ومن هنا اتهمت المسيحية بانها اخذت المثرائية وبعدين انهت على المثرائية خليلا نسمع بقى ايه الامور المتشابحة بين المثرائية والمسيحية نسمع التسليس كان موجود عند المثرائية الاب والام والابن كان موجود بالكامل الميلاد ايد ميلاد مثرة كان يوم 25 كانون الاول ديسمبر وهذا هو كان مطابقا جدا ل ميلاد بس هذا التاريخ كان موجود في كتير ثقافات لانه كان يعتبر يوم الاعتدال الشتوي هو على هذا الاساس مثرة هو الاعتدال الشتوي ثم بدأ يعني بدأ الشمس تتغلب على الظلام بالضبط هي ظهور مثرة يعني حتى عند المصريين كانت موجودة عند اليونانيين كانت موجودة كله بشارة كان مثرة وديانة مثرة اللي موجودة في رهومة كانت قد استقارت على فكرة كبشير والبشارة وانه هذا يمثل العهد الجديد للعالم وإلى آخرين طيب كلمة الأول على أول نقط التثليس أكاذيب دي أكاذيب كبيرة التسليس 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 في المسيحية التاخد من المثرعية الآب وزوجته وابنه تسليس تسليس أولا التسليس موجود في ديانات كثيرة جدا كل معظم الديانات التي تؤمن بتعدد الآلهة وتؤمن بإنجاب الآلهة فيها نوع من التسليس معلشان الآلهة تنجب لازم يبقى فيه أب وأم وبعدين يجي ولد ده الطبيعي زي ما موجود في البشر عملوه في الآلهة وزي ما شفنا أيضا فيه نومة إليش والأساطير الأخرى القديمة كانت أيضا الفكرة موجودة موجود موجود الأب وموجود الأم وبعدين يجي الولاد ففكرة التسليس موجودة حتى في العبادات المصرية عندك يعني إزريس وعندك حورس العبادات الوثنية الموجودة كلها كلها فيها أب وأم فيها إنجاب فيها كثرة من الألهة الوثنية وهذه الألهة الوثنية تتكاثر بالإنجاب لكن هل هذا يقال عن المسيحية هل عندنا أب وأم وابن أم أنا التسليس في المسيحية مختلف فنحن نؤمن بإله واحد موجود بذاته ناطق بكلمته حين بروحه كان نفسي إنه دكتور خزعل يدرس ما تؤمن به المسيحية في الثالوس بخصوص الثالوس بعدين يقول لنا آه ده فيه تشابه ولا فيش تشابه لكن ييجي كده أقول لك التثليس يعني كل ما هو مثرائي يشبه المسيحية ومن ضمن هذه الأمور التثليس أعتقد أعتقد أنه ده يعني افتراء على الإيمان المسيح ولا يوجد أي وجه التشابه بين المسيحية والمثرائية في هذا الأمر ولا يوجد أي وجه التشابه ده أي واحد بيفهم في المسيحية هيقول لك هذا الكلام أي واحد درس الثالوس وفهم يعني الثالوس الأقدس هيقول هذا الكلام لكن أعتقد أنه هذه الافتراءات هي افتراءات على الإيمان المسيحي لتشويه الإيمان المسيحي لنزع قدسية الإيمان المسيحي لاتهام المسيحية بأنها عبادة وثنية طبعا دكتور ماجد أو دكتور خازع هيلاء كتير من المسلمين في العالم العربي بيسقفولوا لما يقول هذا الكلام لكن هذا الكلام افتراء ما لهش أي أساس من الصح الهندوس عندهم ثلوس مصريين عندهم ثلوس أنه ما إليش فيها تعدد إليها فيها أب وأم وأولاد كله ده لكن لا يمكن أبدا أن نقول أن المسيحية تشبه العبادات الوثنية في الثلوس أكاذيب أخرى يدعي أن أيضا البعض أن مثرة والمسيح كلا هما ولد من عدراء وده قمة الكذب قمة الكذب عش كده لما أقول أنه هناك معلومات مغلوطة ومنتشرة كثير عن المثرائية هدفها تشويه المسيحية هو ده الغرض الأساسي منها قلولي إزاي واحد خرج من صخرة عند نهر تحت شجرة والميلاد العذراوي ما أوجه الشبه هنا إيه أوجه الشبه الصخرة صارت عذراء عش كده واحدة من الحاجات اللي تخلينا ننقض أي إدعاء بأنه المسيحية تأثرت بالأساطير هو نحن نفند الأسطورة للرد بنحتاج نفند الأسطورة لأنه لما بنفند الأسطورة بنقدر نشوف فعلا الإدعاءات دي صح ولا غلط وبنكتشف إنها غلط مجرد افترة مجرد افترة زي ما كلمت عن آدم وحوة في الأسطورة السومرية مجرد افترة فلما نيجي هنا لا يوجد أبدا تشابه بين المسيح ومثرة دي الروح القدس يحل عليك وقوة العلية يضليلك والمولود منك يدعى ابن الله دي الميلاد العذراوي إنه واحد يخرج من صخرة مثر والمسيح كلاهما آلحة مخلصة يعني بيخلصوا سيفير وانا لما حد يقول الكلام ده وانا عايز هنا يعني اتحدى حتى دكتور خزع المجد سيفير من ايه كيف يوصف مثرة بأنه مخلص وهو لم يوصف بأنه مخلص عايز اقول لك لحضراتكم حاجة إنه مش بس المثرائية كانت موجودة في القدن الأول والتاني والتالت الميلاد في أغلب الظن وده دراسات عملها بعض العلماء في أغلب الظن أن المثرائية هي التي سرقت من المسيحية وأخذت ما ينسب للمسيح كما ونسبته لمثرة ده في أغلب الظن مش العكس فعند من أول منادات المسيحية ومن أول نشأتها أعلنت المسيحية أن المسيح هو المخلص ولا يوجد اسم آخر ولا يوجد اسم آخر ولا شخص آخر يخلص الإنسان إلا يسوع المسيح ولما انتشرت المسيحية في أسيا الصغرى وصلت إلى اليونان ثم إلى روما ونودي بالمسيح المخلص الذي يخلص الإنسان من الخطيئة ومن العقاب ومن الموت ويعطي الإنسان غفران خطايا وحياة جديدة ويضمن له الحياة الأبدية أخذت المثرائية ما ينسب للمسيح ونسبته لمثرة زي ما النهاردة بيؤخذ ما ينسب للمسيح وينسب لمحمد فحتى حتى نبوات العهد القديم اللي بتتكلم عن المسيح النهاردة بيخترعوا ويحولوها أنها تشير إلى رسول الإسلام مثر لم يكن مخلص ولم يخلص أحد وفي الديانة المثرائية لا توجد فكرة الخلاص لا توجد فكرة الخلاص أما المسيحية فتتكلم عن أن الإنسان خاطئ واقع تحت الدينون والحكم الإلهي الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لكن الوحيد الذي يستطيع أن يخلص الإنسان ويبرر الإنسان ويخفر خطايا الإنسان ويعطي الإنسان حياة جديدة هو شخص المسيح الذي بموته على عود الصليب صنع لنا فداء وخلاص أبديا He's a savior مثرا لم يخلص أحد مثرا أعظم رمز لي هو نحر للثور أو العجل ده أعظم عمل لماذا أما المسيح وأعظم عمل هو أنه قدم نفسه فداء من أجل الإنسان لكي ما يخلص الإنسان وعش كده الرمز بتاعنا هو الصليب أو الصليب الإدعاء الثالث قالك فكرة التطهير والمعمودية إنه الإنسان الحابب ينضم إلى الديانة المثرائية كان يختسل رمز للتطهير ولبداية الحياة الجديدة وكأن المثرائية اخترعت المعمودية مع أن المعمودية موجودة وموجودة حتى يحن المعمدان كان يعمد وكان علامة التوبة والبرهان على توبة الإنسان إنه كان يتعمد بالماء المعمودية في المسيحية مختلفة المعمودية في المسيحية هي رمز مرتبط بالصليب والقيامة أنها دفننا معه بموته وقمنا معه بقيامته ده الرمز لكن لا يوجد أبدا تقارب ما بين فكرة إنه الإنسان يختسل بالمية علشان يتطهر أو الإنسان يعتمد المسيحية لم تأخذ المعمودية من المثرئية أعتقد إن المثرئية هي لسرقة المعمودية من المسيحية ما أحباي الشيطان لما يحب يضل للناس ما يجيب لهم ش حاجات شازة يجيب لهم حاجات تريحهم تشبه الأصل لكنها ليست الأصل تشبه الأصل لكنها ليست الأصل الإنسان بطبعه متدين يريد أن يرضي النزع الدينية لجواه دايما بيبحث عن ربنا فالشيطان يدي له ربنا مزيف مش ربنا الحقيق وعش كده ممكن يحصل نوع من التزييف للحقائق المسيحية وأعتقد المثرئية خطورتها أنها كانت بتزيف الحقائق المسيحية أنتوا بتقولوا المسيح مخلص تم مثرئ أيضا مخلص لكن ما يقولكش مخلص من أي ولا عمل أي ولا إزاي توصف أنه مخلص ما يقولكش خالص أنتوا عايزين تؤمنوا بنبي الله أوكي هنديكم واحد يسمى نبي الله بس همش حقيقي نبي الله فيبدأ فيبدأ يعمل يبدأ يدي لك أشياء مزيفة ويعيشك في زيف ويعيشك في زيف عشان تبتعد عن الحق بعدين ييجي دكتور مجد دكتور خزعلي يقولك المسيحية تشبه المسيحية كل ما في مثراء يشبه المسيحية كل ما في المثرائية يشبه المسيحية أو يقولك أن المسيحية أخذت العناصر الأساسية اللي هي أي ما قلتش عن اللي هي أي الموت والفداء والخلاص والتبرير يعني فكرة التطهير فكرة بعيدة بكل البعد عن المعمودية المسيحية مثرة والمسيح كلهم عنده 12 تلميذ دي أكبر كذبة بقى تسمعها وتقرأ عنها يقولك مثرة والمسيح عندهم 12 كل واحد عنده 12 تلميذ تم يعقوب كان عنده 12 صبت ولد ليه مقلناش أنه يعقوب والمسيح كلهم متشابهان بيس ليه لكن يقولك مثرة والمسيح كلهم عنده 12 تلميذ مثرة لم يكن عنده 12 تلميذ وملجبوها منين أولا زي ما قلت ما فيش نصوص ما فيش حاجات مكتوبة ما فيش حاجات مكتوبة عن المثرائية فيه رسومات فهما ليهوا رسمة لمثرة وعلى رأسه التاج وهذا التاج عليه رسومات أو رموز لـ 12 برج من الأبراج من الكواكب 12 برج كده مرسومين بالـ الساين بتاعتهم كويس العلامات بتاعت الكواكب والنجوم محطوطة على رأسه فقالك آه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة 12 يبقى زي المسيح عنده 12 تلميذ مين قالك أنه أولا مين إزاي فسرتها أنه 12 تلميذ وجبت منين كلمة تلميذ هو أنا لو لابس تاج عليه 12 رمز يبقى عندي 12 تلميذ يبقى أنا خلاص بإيه زي المسيح عندي 12 تلميذ إيه دي ودي إيه علاقة ده بده هو علشان ده عدد 12 والمسيح عنده 12 تلميذ يبقى أكيد ده صار عنده 12 تلميذ زي المسيح دي خرافات دي أمور ليست حتى أكاديمية دي خرافات وافتراءات ليس لها أي أساس بالصحة وبعدين يقولك دكتور خاز عليه الديانة المثرائية تشبه المسيحية أيضا في أنها ديانة تبشيرية هو أي ديانة تبشيرية تشبه المسيحية يبقى المسيحية خدت منها فيه ديانات دي ديانة دي ديانة تبشيرية الإسلام ديانة تبشيرية عبادة الشيطان على فكرة ديانة تبشيرية لكن ما قادرش أقولي أنه أنه عشان المثرائية ديانة تبشيرية فالمسيحية أخذت النقطة دي من المثرائية فالمسيحية شبهت المثرائية وتأثرت بها التبشير ده موجود في العهد القديم على فكرة تبشير دي موجود في العهد القديم وربنا زعل من يونان لأنه لم يقم بدوره التبشيري وهرب المسيح لو كل المجد أرسل تلاميذه وقال لهم يعني اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها دي أنا تبشيرية ده من كلام المسيح فالمسيح اللي عاش في اليهودية وهو رب المجد اتأثر بالوثنية وسرق منهم فكرة التبشير وصارت المسيحية تشبه الوثنية وأنها مقتبسة من الوثنية علشان عندهم تبشير أنا معرفش دكتور خزعل يعني أنت يعني المفروض أعلى من كده مفروض أعلى من كده لكن لا يوجد تشابه بين المسيحية والمثرائية لا من خلال حياة مثرة ولا في تعليم مثرة ولا في ممارسات مثرة ولا في التقوص المثرائية فالمسيح مختلف تعليم مختلفة حياته مختلفة فداءه وخلاصه مختلف ما نادى به المسيح هو ما نادت به الكنيسة والكنيسة لم تتطور والكنيسة لم تنمو ب اقتباستها وتشابهها مع الوثنية عشان تؤثر على الوثنيين يصيروا مسيحيين ولم يختلف الإيمان المسيحي من لحظة بداية المسيحية إلى يومنا هذا لم يختلف المسيحية لم تتطور والمسيحية عندما فكرت أنها تتطور تدهورت لأنها ابتعدت عن الحق الإيمان المسيحي واضح فيه كمان يعني أكتر من فيديو لل لدكتور خزع الماجدي كلم فيه كأنه يعني فعلا المسيحية هي صورة طبق الأصل من الديانة المثرأية وأنا بصراحة أرى أن هذا مجرد ادعاء الغرض منه التعن فيه الإيمان المسيحي وتشويه الإيمان المسيحي وجعل المسيحية في كفة مع الوثنية عايز اقنعنا أنه ما نؤمن به في أصله وثني مع أن الوثنية كما رأيناها المثرأية تختلف اختلاف كل وجزري عن الإيمان المسيحي مين مثر ده وكيف تقارن بين مثر والمسيح وكيف تدعي أن المثرأية تشبه المسيحية في كل شيء يعني كل مقيل في مقالة كتبها دكتور فريست مرعي مرعي وهو أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة دهوك طبعا هيكون ماشي في نفس الطيار ده لكنه في ادعاءاته في ادعاءاته بيقول وبعد انتشار الديانة المثرأية بين الرومان بشكل ملحوظ في نهاية القرن الأول قبل الميلاد أصبحت الديانة المثرأية جزءا من ديانات الرومان كديانة وافدة شرقية غير أصيلة طيب ماشي وبعد كده بيقول لنا كلم عن المراحل السابعة اللي بتمر بيها المثرأية لكنه في المقالة نفسها بيقول بيقول خلوا بالكم من الكلام نفس الكلام برضو اللي بيقوله دكتور خزع الماجد يقول لنا كان المثرأيون أيضا يتبعون للدخول في الطقس الديني الأعماد الذي يسمونه التطهير والتنقية والذي كان على المريد ممارسة لسماح له بالدخول في الديانة وتلقي السر المثرائي البطني فكان عماد المثرائريين مشابها جدا لتقوس العماد المسيحية هنا السؤال الذي يطرح نفسه هي نسبة تأثير الديانتين في بعضهم البعض يعني بما أنه دا عنده معمودية ودا عنده معمودية فأكيد واحد خدم التاني أو واحد تأثر من التاني كويس دا اللي عايز أقوله وبعدين يقول والسؤال الأهم هو أثر المثرائية في التقوس العبادة المسيحية المثرائية أثرت في العبادة المسيحية طبعا هذا كلام ليس له أي صحة ليس له أي صحة لأن المعمودية تقس يهودي تقس يهودي وبعد الشعوب والديانات الأخرى كانت أيضا تقوم بمراسة المعمودية للتطهير إن الإنسان ينزل المياه ويطلع يطلع متطهر المياه بتخسر الإنسان المعمودية في المسيحية المياه لا تخسر الإنسان هي المعمودية هي رمز لموت المسيح وقيامتنا مع المسيح وده اللي قاله بولس الرسول بكل وضوح أيضا في رمياء أصحاح 6 موتنا معه وقمنا معه ده رمز المعمودية معمودية في حد ذاتها لا تطهر الإنسان المعمودية هي أعلان خارجي لموتي مع المسيح وقيمتي مع المسيح لكن الذي يطهر الإنسان هو دم يسوع المسيح الذي سفك على عود الصليب كفارة من أجل خطيانا الذي أسلم نفسه لكي ما يخلصنا ده لإيمان المسيح في جوهره مش لأنه المسلم بيصلي والمسيح بيصلي فبما أنه المسلم بيصلي والمسيح بيصلي يبقى المسيح سرق من المسلم والمسلم سرق من المسيح مش لأن المسلم بيصوم والمسيح بيصوم يبقى المسلم سرق من المسيح والمسيح سرق من المسلم الدنيا مش كده مش لأنه المثرقيين عندهم المعمودية يبقى المعمودية سرقت من المثرقية وراحت إلى المسيحية والمسيحية تأثرت بالممارسات الوثنية حضرتك ما تفهمش حاجة للأسف يريتك تدرس عن المعمودية في الثقافات والعبادات القديمة المختلفة وتدرس عنها في المسيحية لأن هذا فعلا افتراء افتراء ليس له أي أساس من الصحة ومن يقول بهذا أقول أنه لم يفهم ولم يدرس ولم يعرف شيئا عن الإيمان المسيحي لا درس شيء عن نسئة المسيحية ولا درس شيء عن حياة المسيح ولا أرى الأنجيل ولا اطلع على تعليم المسيح وعلى حياة الرسل ولا يعرف شيء عن المسيحية لكنها دي مجرد إدعاءات وهذه الإدعاءات لأنها تناسب العالم العربي فتجد أيضا انتشارها في العالم العربي لكن المسيحية هي أن المسيح ابن الله كلمة المتجسد جاء من أجل فداءنا وخلصنا إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم شكرا